الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب رخص للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة بحضرة وليها من عجل وهي أيضاً تنظر إليه يجتمعان في مكان مع محرمها فينظر كل واحد منهما في الآخر قال صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يؤدم يعني بالموافقة اتفاق طبيعة واتفاق الرغبة فإذا رأى كل منهما الآخر فهذا أحرى أن يحصل التوافق والرغبة فيما بينهما كل يدخل على بصيرة مع الآخر كل هذا عند التأسيس عند تأسيس الأسرة